السلام عليكم يا شباب. شباب. شباب أخباركم. فيدي شوي قصير أريد أن أجواب فيهم على سؤالين لبعض الأشخاص السؤالين عليهم. كيف أن الشخص سوي رومات بالبوبجي ستيم وهل هي بفلوس؟ لا الرومات أول شي مجانيات البدكية. وتانية شي شلون الواحد يقدر أغير السرفر فتوقع كثير أشخاص يواجههم مشكلة يجوز بعض المناطق مثل أنا منطقتها. يجوز ما تقدر تفتح صناديق بفلوس أو ما بعرف إيش. أولا أنك بدك تغير السرفر خالص. فالشي برضو ممكن. آآ فهذا هو فيدي اليوم من شباب. خلنا ننتقل على الشرح. آآ مثل ما كم شايفين بخانة البلاي تروح على الكسطوم أو باللغة العربية مخصص. وبعد ما تروح على المخصص في عندك يعني آآ المدات اللي بدك إياها آآ لازم يكون أنت فعل إشارة البلوس. هاي معناته أنك شاري آآ آآ اللي ده دفع 12 دولار عشان آآ آآ مو بس. تسمح لك اللعبة تلعب نورمال بس كمان مشان آآ تلعب مود الرنكت. فلازم تدفع 12 دولار عشان تفعلها مرة وحدة. بس لها مرة وحدة. هذا مو اشتراك ولا شي. فتلقاها موجودة هون تحت جوة عندك. فأي مود بدك يا نورمال ولا ما بعرف إيش. بس تضغط على كرييت وبعدين هون انت عندك مثل ما تشايف. تختار الماب مثلا ايرانجل تايقو. تختار عدد اللاعبين آآ البيت تيم كم شخص يكون أربعة على حد العشرة. آآ المنظور الاول ولا التاني ولا ما بعرف إيش. بدك كروسبو. بدك يعني يعني السهم. بدك أعدادات الأساسية. بدك تختار انت بس سلح واحد. يعني الشارات هدول آآ تقدر آآ تشيك عليهم بنفسك بعدين. هون جدا مهم انك تحط آآ اسم المثلا آآ الماب. بعد ما تسوي هيك تكتب اسم الماب بتعطي كرييت آآ وبعد ما بعد ما بعد ما تعطي كرييت بيطلع لك فوق بالزاوي. إشارة قفل. تضغط عليها عشان يعني تعطي لل آآ لهذا الروم آآ كلمة سرية او احتمال يسوي لك اياها او قصد احتمال يعطيك يطلب منك هالشي قبل ما تدخل يعني قبل ما تسوي الخطوة انك تسوي الروم خالص. يجيز يقول لك والله اكتب الكلمة السرية. بس لكن اذا ما اعطى كياف في فيقه في الفوق. تضغط عليه وتكتب الكلمة السرية وخلاص هدا هو موضوع. هدا اول شي بالنسبة للرومات. وبالنسبة للآآ السرفرات. انك تغير السرفر فينزمك آآ تطبيق. توقع مشهور هذا التطبيق. اسمه متل ما اكم شايفين. من هدا تطبيق آآ اول ما تسجل الدخول عليه رح يعطيك آآ شي مجاني. الكاميرا عم توش عندي ما بعرف ليش. مهم ما يمنع. رح يعطيك اشي مجاني ممكن توقع واحد جيجا ففورا تخلص. فعندك اشتراكات يعني رح يطلال لك هون ان والله انك لازم اتطور عشان تاخد اشي غير محدود. في عندك بالشهر في عندك بالسنة وفي عندك كل ثلاث سنين. وطبعا كل ما زادت المدة كل مرة خصص الاشتراك عليك اكتر. هو انت ترح تدفع مرة واحدة بس. ويعني غير محدود خلص يعني اشتراكت خلص غير محدود. فسوي البدك اياه. كافية الاستخدام. لازم بالاولة يعني طفي اللعبة وكل شي. آآ كافية الاستخدام انه هدول هون هم هم الملاطق اللي تقدر تختارهم. فاستس يعني اسرع اشي لكن آآ ما بعرف انا جربت وعطاني بينق اربعين آآ وبدون استخدام هذا التطبيق اي آآ انا بينق عشرة خانستاعش فما بعرفش المشكلة. المهم تقدر تختار غير منطقة عندك آآ اليو اس كندا آآ آآ المانيا ما بعد. عندك كتير دول مثل ما اكم شايفين. انت دايما شيك على الدولة الاقرب عليك. اسا حاليا خلينا اقول لكم شلون مثلا. ما بدي. مثل ما اكم شايفين انا حاليا ب هولندا. هاي منطقتي شايفينها? هون منطقتي انا. فانا دايما آآ ازا بدي مثلا غير السيرفر اختارت جيرماني آآ المانيا. او بلجيكا او دينمارك. وانت حسن وهو شي ينطبق على منطقتك. يعني شوف انت ايش اللي قريب عليك. وغير وشوف يعني انت ايش اللي ناقصك. ما مثلا انت بدك تفتح صناديق واللعبة ما تخي. تفتح صناديق لانه الشي غير متوفر منطقتك. فهذا هو الحل انك تآآ ويعني وغير شغلات بصراحة مو يعني بس اشي هذا. غير شغلات كتير. اذا بدك مثلا فرق البنج جوز منطقة تاني جوز البنج اقوة ما بعرف. جوز ما بعرف. شوف انت اتجرب. هذا هو الكيفية تغيير تغيير السرفر يا شباب. لحد هن يكون انتهينا. اه اتمنى انكم تكونوا استفدتوا. لا تنسانا من لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.